لما بنيجي داخل المدرسة ابتدت اشوف حاجات غريبة لأول مرة بشوف انا وم الواد الغالبانة انا بس نشغل لون الحمر وشان موضوع في خطر ايوة كده الزمزمية بتاعت زمان بقى اسمها فلاسك الكيس النيلون اللي كنا بنحط فيه السندوتشات اللي على طول بيبقى معجن ده بقى اسمه اللونش باكس حاجات كتير قوي كده في دخول المدارس بقى اسمها سابلايز يعني ايه سابلايز وبتتكون من ايه وايه اللغة الجديدة اللي دخلت على بيوتنا دي ده اللي نتكن فيه النهاردة وكمان انترو النهاردة هتبقى مختلفة ويمسع الفول افري بيرنت معاكم عمر عبد الرحيم اهلا وسهلا بيكو يا جدعين في فيديو جديد زي ما قلنا كده غالبا الفيديو بتاع النهاردة رايح لكل البييرنت او اولياء الامور او الاباء والامهات او الاباء او الامهات وحتى الاطفال نفسهم يعني لما ابنك بيبقى داخل لمدرسة بيطلبوا منك حاجات اسمها سابلايز دي تقريبا بتكون حوالي 10% من اساسا مصاريف المدرسة نفسها تنزيل المكتبة انت وابنك تلاقي نفسك دفع عليك 3-4000 جنيه على شوية حاجات انت مش فاهمها يعني بتعمل ايه دي اصلا وده اللي يزعع لأكتر يعني انا عارف ان انا وهتفيدي ابني عناية ليه انما يعملوا بيها هناك والغريب ان انا لما جبنا الحاجات دي في اول السنة الوقت رجع بنصهم اخر السنة طب طلبتوها ليه؟ عمدن مش موضوعنا النهاردة انا مجمع لك يا اختي كم شوية حاجات كده من السفلايز اللي انت راح تجيبيها كمان كم يوم دي ده لو ما كنتش جبتها حضرتك وفي حاجات اكتر من كده بكتير بس ده اللي قدرت اتفكر فيه دلوقتي يعني طلبه منك مقص اللي هو شنطة طبعا الدرابة عليها كتير دي ها مصطرة بس روحي اللي بتاع المكتبة بقوليله وعايز ارورة رعادي خالص او مصطرة وراحي اجماغك عندك بقى حضرتك نوعين من الالم نوعين اساسيين لان فيه كل واحد فيهم ليها انواع كتيرة عندك البنسل اللي هو الالم الرصاص ده حاريك فيه انواع كتيرة اهو هشوف هم عايزين ايه قوليلهم ترجمة النوع ده ايه بالزبط وطلبيه من المكتبة تاني نوع نتكلم فيه في الاخر خالص طلبوا منك استيكا اللي هي بالامريكان انجليش اسمها ارازر بالبريتش انجليش اسمها احنا بقى نفضنا دي ونفضنا دي هي بس ماها استيكا وخلصت غالبا برضو هتلوبوا منك حاجة اسمها ده لون الشمعة يعني هو بيبقى زي اللون الفلماستر كده بس هو بيبقى شامع ما بيبقاش لون عادي هتلوبوا منك صمغ برضو هتلاقي اسمه ده ليه انواع كتيرة جدا ولكن هما لما غالبا بيطلبوه في المدرسة بيبقى قصدهم الصمغ بتاع زمان هتلوبوا منك برضو هايلائر هايلائر اللي هو بيبقى ألم تميز اللي هو بتلاقيه كده بألوان فقعة شوية او نيون عشان يحدد به شوية حاجات في الكتب بصي هو الألم الحسب احنا ممكن نقول عليها كالكوليتر ونرايح دماغنا او ممكن نقول عليها كالكيوليتر كالكيوليتر هو المفروض ان احنا نقولها كالكيوليتر ولكن يعني عشان بس نختصر ونخلص عمرنا بسرعة هتبقى كالكيوليتر كالكيوليتر طبعا نطق الكلمة اللي وحدها بتتقل سابتة زي ما كالكيوليتر ولكن في نص الكلام كده ممكن تكلها كالكيوليتر عادي خالص او كولكوليتر البراء اسمها شارپنر شارپنر كل بساطة ايان البراء اللي بنبري بيها القلم الرصاص اللي هو كان اسمه بانسل هتلوبوا منك لازق اسمه سكوتش تيب او تيب بصي هم كلهم صلوا تيب نزيلها تيولو واحدة حلوة كده من الكهرباء اللي جنبك ورايحد من غيرك هتلوبوا منك برضو فولدر فولدر هو ملف كده حريك بيبقى ملون بيتحط فيه ورق وبيتحط فيه كتب على حسب بقى هم عايزين ايه هتلوبوا منك برضو غالبا اللي هي بتحط فيها ورق وبيتثبت كده بطريقة الماء ومش هستخدمها الواد وهارجع بها زي ما هي فممكن ما تجيبهاش أصلا صندوق الغداء حريك بقى اسمه لونش بوكس لونش بوكس بس لو هتودي الواد المدرسة وهو بيقولها لونش بوكس ما تودووش أحسن دبوس الورق بقى حريك ليه اسمين بيبر كليب او اسمه بايندر كليب بايندر كليب هم الاتنين واحدة عشان تراحي بالك الدباسة بقى اسمها ستيبلر 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 فرشة التلوين اسمها باينت بروش باينت بروش لو عايز اتعرفي التي هنا راحت فين اتفرجي على الفيديو بتاع الامساك اللغوي وانت تفهمي يا ست الكل باينت بروش فاكرة حريك الزمزمية اللي بتاعت زمان اللي كانت دايما ريحتها مية مع الفينة كده دي دلوقتي بقى اسمها فلاسك لو قلت لابنك زمزمية وغالبها مش هفهمك طبق متعود يا مومي ان اسمها فلاسك بقولي له فلاسك ورايح دماغك الالوان بقى دي قصة تانية بصراحة انا مش عايز اخش فيها ولكن هو في نوع كده معين من الالوان اسمه water color water color اللي هي بيبقى الوان مية ولون مية هتلوبه بقى شوية حاجات تانية خاصة بالهندازة زي triangle اللي هو مثلث triangle وهتلوبه منك برضو protractor protractor اللي هي منقلة وهتلوبه برجل اللي هو اسمه بالانجليش compass compass برضو compass دي نقدر نقولها على البصلة الطبشورة الواحدة اسمها chalk طبعا لو انجماعة تبقى chalks وهتلوبه حاجة كده اسمها sticky notes ايه اللي بتبقى ورقة كده ملون صغرن بيتفعها الحاجة الوادبي وبيلزقها على ورقة فبتلزق فعشان كده اسمها sticky notes طبعا لو النوص دي ما بتلزقش هي بقى اسمها ايه notes بس من غير sticky اهلا مسألة في دبوس كده اسمه دبوس طبعة طبعا يبقى اسمه push pin push pin او thumb tack thumb tack طبعا الصبورة اسمها board عادي خالص ال board العادية اللي بنكتب عليها بالتبشير وال white board اللي بنكتب عليها بالماركر طبعا في الماركر ده اللي هو آلم الصبورة بس آلم الصبورة البيضة مش مش السودا Lay board اللي بيتكتب عليها بالتاك هتلوبه منك برضو لحية الوان كده اسمها paint palette paint palette اللي بنقول عليها بالتة الوان هتلوبه منك برضو flash cards كتير اللي هي بطاقة تعلمية كده بيكتبوا فيها حاجات مدرسين يعني واحطلك صورتها على شاشة عشان تبقى واضحة فاكرة بقى حضرتك زمان خالص كان عندنا حاجة اسمها corrector لما تكتب بيجاف ويبقى في مشكلة فعايزين نهطي فبيبقى معانا كده ألم فيه سائل تعدي تدوس عليه بقى عشان ينزل أم السائل بتاعه ده في الورقة فيبوز يبقى وزلك الورقة كلها البتاع ده اسمه correction fluid correction fluid اللي هو corrector إحنا اختصرناها فهي corrector أحسن فاكرة بقى ألم وقلتلك ان الإقلام فيها أنواع فيه ألم رصاص اللي هو pencil وقلم جاف اللي هو pen ألم الجاف بقى فيها أنواع برضو أنواع كتيرة ولكن أشهر النوعين غالباً بيتطلبوا منك اللي هو ball pin اللي هو الألم الجاف العادي خالص اللي هو مكان ليه كتابة كده بيبقى فيه زي كورة بتاخد الحبر وتنزله النوع التاني اسمه fountain pen أو fountain pen تاني لو مش عارفة تيه هنا راحت فين اتفرج على فيديو الامساك اللغوي وده بيبقى ألم الحبر مرة تانية fountain pen بص يا بنت الناس أنا هسيب لك الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها النهاردة دي كلها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده وهسيب لك كام لينك كده برضو هتشوفي حاجاته أكتر بكتير اشل الفيديو بقى وروح على جوزك كده اللي بيه في تلات اربعة تلات بواكي وانزلي هاتي لابنك الحاجة وبعد بتجيبيها روحي ولاعي في المدرسة يا رب بتكون اتبسطت النهاردة شوية هشوفك هست الكل إن شاء الله الفيديو جاي ما لها المدارس الحكومة أنا مش فاهم بصراحة